البعض يشكو بشكل مفاجئ في ألم في الخاصرة أو البطن أو منطقة الحوض والبعض يشكو من ضغط في أسفل الحوض والبعض يشعر بحاجته المتكررة للتبول والبعض يلاحظ سلس البول والتبول المؤلم وربما وجود دم في البول وثم تمن يعاني من الحاجة للتبول ليلا بشكل متكرر إن هذه هي أعراض التهاب المسالك البولية التي إن أهملتها فستؤدي بك إلى مضاعفات أنت في غنى عنها في المقام الأول التهاب المسالك البولية هو عدوى تصيب الجهاز البولي ويمكن أن يشمل هذا النوع من العدوى مجرى البول أو الكلة أو المثانة وهي الحالة التي تسمى التهاب المثانة ما سبب الالتهابات في البول؟ ومعرفة الأسباب جزء رئيسي من التشافي بوعي لا يحتوي بولك عادة على بكتيريا أو جراثيم فهو منتج ثانوي لنظام الترشيح لدينا من الكلة وعندما تتم إزالة الفضلات والمياه الزائدة من الدم عن طريق الكلة يتم تكوين البول الذي ينتقل عبر جهازك البولي دون أي تلوث ومع ذلك يمكن أن تدخل البكتيريا إلى الجهاز البولي من خارج الجسم ما يسبب التهابات في المسالك البولية تحدث التهابات المسالك البولية إذن بسبب الكائنات الحية الدقيقة البكتيريا عادة والتي تدخل مجرى البول والمثانة مسببة الالتهاب والعدوى وعلى الرغم من أن هذا الالتهاب يحدث بشكل شائع في هذه المنطقة فإنه يمكن للبكتيريا أيضا أن تنتقل عبر الحالبين وتصيب الكلا عندما تهمل العلاج وتهمل تلك الأعراض والإشارات التي يرسلها لك الجسم التهاب المسالك البولية عند إهماله يتطور وقد يؤدي إلى التعب وأيضا يمكن أن يؤدي خاصة عند كبار السن إلى انخفاض ضغط الدم الأمر الذي قد يسبب الدوار ويمكن أن تسبب العدوى الشديد أيضا ضعف العضلات مما يؤدي إلى عدم القدرة على الوقوف دون مساعدة وهذا قد يقود إلى تعرض المسن مثلا للسقوط أمر مهم يجب علينا أن ننتبه له جميعا للرجال والنساء أثناء الجماع يمكن أن يؤدي الدفع إلى إدخال البكتيريا في مجرى البول والمثانة مما يزيد خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية وهنا نستحضر أهمية النظافة وأهمية الإغتسال قبل الجماع ووفقا للمراجعات العلمية فمن المحتمل أن تؤثر عدوى المسالك البولية على ما لا يقل عن خمسين إلى ستين بالمئة من النساء في حياتهن وعلى الرغم من أن الرجال أقل عرض للإصابة بهذه العدوى خاصة بعد الجماع فإنه لا يزال من الممكن أن يحدث وفقا لتقرير في هيلث لاين تابعه فريق إعداد معرفة وأكثر ويمكن الإصابة بعدوى المسالك البولية نتيجة الجماع خاصة النساء ويرجع السبب في أن النساء أكثر عرض للإصابة بهذه العدوى من الرجال إلى التشريح الأنثوي إذ أن مجرى البول لديهن أقصى من الرجال مما يعني أنه من السهل على البكتيريا الوصول إلى المثانة كما أن مجرى البول أقرب إلى فتحة الشرج عند النساء وهذا يسهل على البكتيريا مثل الإشريكية القولونية الوصول إلى مجرى البول وعلى الرغم من أن أي شخص معرض للإصابة بعدوى المسالك البولية بعد الجماع لكن النساء اللواتي لديهن تاريخ من التهابات المسالك البولية المتكررة أو تشوهاتها أكثر عرض للإصابة بهذه العدوى ولذلك يجب الحذر والانتباه كيف يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية بعد الجماع؟ إن إحدى النصائح المفيدة هي التبول دائما بعد ممارسة الجنس والتخلص من أي بكتيريا في المثانة بعد ممارسة الجنس يقلل خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية ويوصي بعض الأطباء أيضا بالتبول قبل الممارسة لتقليل خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية إضافة إلى الاستحمام والغسل الجيد وقد يؤدي غسل المنطقة التناسلية بالماء الدافئ قبل ممارسة الجنس إلى تقليل خطر دخول البكتيريا إلى مجرى البول خاصة عند النساء ودعنا ننصحك أنه دون الابتعاد عن المسببات وباتباع نظام غذائي بالي يعتمد على تناول المدمرات الإنسانية والشرور التغذوية التي تعمل على إضعاف مناعتك وخاصة تناول السكريات والمأكولات الجاهزة التي تحتوي على الأصباغ والمواد الحافظة والكيميائية فلن تجدي تلك المضادات الحيوية أي كان نوعها أو اسمها وننصحك أيضا بأن تجرب ما تقوله المدرسة الطبيعية في علاج التهابات المسالك البولية والتي تعتمد في المقام الأول على الابتعاد عن المسببات والاعتدال في النظام الغذائي والابتعاد عن الأكل المملح والمأكولات الجاهزة والشرور التغذوية التي تدمر هذه المنطقة في الجسم ومن ثم اعتماد شرب ثلاث لترات من الماء المعدني يوميا في فترة الإصابة وتكثيف تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة من الماء والابتعاد عن شرب القهوة التي تسبب الجفاف وتسبب قلة الماء في الجسم الأمر الذي سيزيد المشكلة كما تنصح المدرسة الطبيعية بتناول مغلي شعر الذرة مرتين في اليوم لمدة أسبوع إلى جانب تناول التوت البري بشكل يومي وفي حال عدم توفره يمكن الحصول على كبسولات التوت البري باستشارة طبيب تغذية علاجية كما أن من أهم المواد الطبيعية التي تلعب دورا في القضاء على هذا الالتهاب البكتيري هو بلع فصوص الثوم وإضافة الثوم إلى النظام الغذائي فهو من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية كما يمكن إضافة الكركم الذي يحتوي على مادة الكركمين الذي يعتبر من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية ويمكن استخلاص هذه المادة الفعالة من خلال عملية نقع أعواد الكركم الخشبي الخام في الماء لمدة 6 إلى 12 ساعة ومن ثم تناول كوب إلى كوبين في اليوم الواحد من هذا المنقوع ويمكن أيضا استخدام كبسولات الكركم باستشارة طبيب تغذية علاجية أخبرونا عن تجاربكم في التعامل مع التهابات المسالك البولية في التعليقات نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة